موسيقى طابت توقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة نستهلها بأبرز العنوين الرئيس العليمي يؤكد تمسك الرئاسي بخيار السلام واستخدام الحوثيين قميص غزة لخدمة المصالح الإيرانية رئيس الحكومة يواصل نشاطه في ثاني أيام زيارته الميدانية إلى محافظة لحجة محافظ المهرة يتفقد أعمال فتح الطرق بوادي الجزع إثر المنخفضة الجوية الذي تأثرت به المحافظة لجنة طوارئ حضرمون تشرع في إزالة مخلفات المنخفضة الجوية بشوارع مدينة المكلة أهلا بكم أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة التزامهما المشتركة بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية من أجل صالح شعوب المنطقة واشتدد الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب مباحثات نجارة بينهما في قصر الاتحادية بالقاهرة على أهمية الحفاظ على الوحدة والرؤى المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلام القومي العربي وأكد على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ورفض أي خطط لمزيد من العنف أو التهجير ودعا الطرفان إلى منع التصعيد في الشرق الأوسط وأكد على أهمية خلق مناخ إيجابي الأمن والاستقرار والرخال الجميع في المنطقة وضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر وجه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ثلاثة نداءات إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة التي قدمها أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في الشرق الأوسط وتتمثل النداءات في توفير الحماية للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة والالتزام بعملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصي إلى حل يحقق السلام والثالث بالعمل على معالجة الجروح العميقة في المنطقة ولفت المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة إلى الآثار الخطيرة التي خلفتها ستة أشهر من القصف المتواصل والحصار في غزة محذر من أن المجاعة الوشيكة هي من صنع البشر واستعرض لازارين الحملة السلبية التي تواجهها الأنروا لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة واتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنهاء أنشطة الوكالة وبالعمل على رفض كافة طلباتها لتوصيل الإغاثة إلى غزة فضلا عن منع موظفيها من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية وأنوها إلى عمليات الاستهداف المتكررة التي واجهتها منشآت الأنروا وموظفوها منذ بدء الحرب ما تسبب حتى الآن بمقتل 178 من موظفيها أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوي الرابع والثلاثين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة واجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر أربع طائرات إماراتية ومصرية حملت 82 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية ليصل بذلك إجمال المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 2189 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية وتأتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشاهمة الإنسانية ثلاثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة يتمكن فريقها الإنساني في الوصول لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها حيث سيرت دولة الإمارات شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة السكان بعد عودتهم لمنازلهم المدمرة التي غادروها منذ عدة شهور وسارعت عملية الفارس الشاهم ثلاثة كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة إلى تلبية احتياجات من فقدوا كل مقومات الحياة في خان يونس حيث تنفذ حملة إغاثية واسعة في المدينة بعد حالة الدمار والكارثة التي حلت بهم خلال الأشهر الماضية ووزعت طرود إغاثية ومستلزمات أساسية في خطوة إنسانية واسعة هدفها مساندة سكان مدينة خان يونس والتقفيف عنهم في ظل إنعدام أساسيات الحياة في المدينة ظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حوار تلفزيوني مع كوكبة من الصحفيين المصريين على قناة تي إي إين من العاصمة عدن وتحدث بشكل واسع عن الحرب الحوثية وهرولتها لتنفيذ المصالح والأجندة الإيرانية إلى جانب التحديات التي يواجهها الرئاسي والحكومة خاصة صعوبة المرحلة الراهنة لتحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما في مسار الإصلاحات في المحافظات المحررة في أقل من أسبوعين ظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مقابلات تلفزيونية تتحدث عن حجم التحديات التي واجهها الرئاسي والحكومة حوار العليم الأخير كان مع كوكبة من الصحفيين المصريين ومن قصر معاشيق بالعاصمة عدن على قناة تي إي أن تحدث فيه بشكل واسع وبالتفصيل عن بدء ونشأة الحرب الحوثية ومصالح الإيرانية في المنطقة وصعوبة المرحلة لتحقيق السلام في ظل التعنث الحوثي المستمر وبالتالي أنا أعتقد أن المصالح اليوم الإيرانية هي التي تتحكم في هذه الميليشيات في المنطقة ومنها اليمن وتغليم مصالحة إيران على مصالحة هذه الشعوب هي هي الكارثة الكبرى لنواجهها اليوم حوار العليبي أخذت فيه ثورة 26 سبتمبر اليمنية حيثا من حديثه واعتبرها نقطة تحول في التاريخ اليمنية إلا أن الواقع اليوم ينهي أهدف هذه الثورة التي انتهت بعد سيطرة الحوثيين على صنعها وبعد تحول دراماتيكي سريع كشف أن الطريق سالكة للحوثي للإجازة على ما بقي من المدن بفضل انسحاب وانقلاب كل القوى العسكرية التابعة للنظام السابق رئيس المجلس الرئاسي لم يغب عن حديثه دور الاشقاء في التحالف العربي في مقاومة المشروع الإيراني ابتداء من عملية عاصفة الحزم وتحدث عن التحديات الماثلة أمام الحكومة في المجال الخدمي والتنموي دليلا على ذلك بقيام الحوثيين بضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت أدى إلى توقف صادرات النفط ليبقى إيقاف التصدير شماعة يعلق عليها الرئاسي والحكومة فشل معالجة الأوضاع دور استغلال الموارد المالية الأخرى حسب مراقبون العليمي وباستحية تحدث عن الدور الأممي في اليمن وقال إن الميليشيات الحوثية صادرت أربعين مليار من عوائد مواني الحديدة المخصصة للموظفين في مناطق سيطرتها تحت مرأة ومسمع من بعثة الأمم المتحدة الموجودة في المدينة واتم مصادرة المبالغ لصالح دعم الجبهات العسكرية وحجد المقاتلين وكشف حينها بأن الحوثيين قاموا بإنشاء مصانع للإلغام في صعدة وبمساعدة خبراء إيرانيين الجنب الأمني والعسكري تطرق لهم العليمي في حواره وأشار إلى أن المجلس الرئاسي عمد إلى النهوض بالعمل الأمني واستمرار الجهود في بناء الجيش تحت إمرة وزير الدفاع ومن جديد أكد العليمي بقاء الرئاسي تحت خيار السلام والتمسك به رغم انتهاك الحوثيين لكل مواثيق ومبادرات السلام هنا على اليمين البحر الأحمر مدخل البحر الأحمر وعلى اليسار المحيط الهندي وفي رسالة غير مباشرة دعا العليمي إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك لمواجهة الأخضار الخارجية المحدقة بالمنطقة العربية ضد المشروع الإيراني موجهة رسالة أخرى برقد اليمن عدم الدخول في صراع أو طرف في الصراعات الدولية في الوقت الذي تريد أن تحقق اليمن التوازن في علاقتها الخارجية لاستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الإنقلاب وتحقيق سلام شامل وعادل وفق رسم شكل الدولة القادمة إطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه النائبان عيدروس الزبيدي وفرج البحسني على الأوضاع في محافظة حضرموت إثر الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض الجوي الذي تشهده المحافظة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي كلا على حدة مع محافظ حضرموت مبخوط بن ماضي حيث استمعوا إلى جهود مواجهة أثار المنخفض الجوي الذي دخل المحافظة يوم أمس مصحوبا بأمطار غزيرة وسيول جارفة أسفرت عن خسائر بشرية وأضرارا في الممتلكات والأراضي الزراعية وطرقات والبناء التحتية مشيدين بجهود الحكومة والسطة المحلية وفرق الطوارئ التابعة لها في الاستجابة للمنخفض الجوي وما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير استباقية للحد من تداعياته على الأرواح والمتلكات الخاصة والعامة ومشددين على أهمية إبقاء الجهزية العالية عند درجاتها القصوى واصل رئيس الوزراء أحمد بن مبارك نشاطه في ثاني أيام زيارته الميدانية إلى محافظة لحج كثاني محافظة محررة يزورها بعد محافظة حضرموت منذ توليه منصب رئيس الحكومة حيث شمل نشاط بن مبارك افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع والاطلاع على عدد من المنشآت في المحافظة لتبقى هناك قضايا أساسية تتطلب العمل الجال من الحكومة سرعة معالجتها في ظل هذه الزيارات في ثاني أيام زيارته إلى محافظة لحج واصل رئيس الحكومة أحمد بن مبارك نشاطه الميداني في المحافظة تتحقق له المجمع الحكومي للسلطة المحلية بلحج بالبالغ تغلفته مليار ومئتي مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية ليؤكد بعد قصه شريط وقوف الحكومة إلى جانب سلطة لحج وتذليل الصعوبات التي تعترض قيامها بواجباتها ومسؤوليتها ما ينعكس إيجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين وتغفيف المعاناة التي تسببت بها حرب مليشيا وفي الأهلية وضمن جولته الميدانية تتحق بالمبارك مبنى مؤسسة المياه والصرف الصحي بتكلفة 475 ألف يورو بتبويل خارجي ليضع بعد ذلك حجر الأساس ويدشن العمل لمشروع عدد تأهيل شبكة مياه مدينة الحوطة والبالغ تخلفته مليون و700 ألف دولار القطاع الصحي في لحج كان له نصيب من زيارة رئيس الحكومة الذي زر مستشفى ابن خلدون العام يطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها وأكد في زيارته الحرص على تنفيذ القرار الجمهوري الخاص بتحويل المستشفى إلى هيئة ومنقشة مراجعة الموازنة التشغيلية المعتمدة بما يؤدي لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى وتحسين وضع طاقمها وأطاف بن مبارك بأقسام المستشفى الذي يمارس مهامه في ظل الظروف الرهنة والإمكانيات المحدودة زيارة بن مبارك وطلع خلالها على ملعب الشهيد معاوية والمراحل النهائية لإعادة تأهيل وتعشيب الملعب جراء الأضرار التي تعرض لها أثناء تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن ثم تفقد بن مبارك سير العمل في مشروع حديقة ملهي لحج العم في مرتقة جلاجل مدرية تبن والبالغ تكلفتها 900 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية زيارة رئيس الوزراء إلى لحج تعد هي الزيارة الثانية للمحافظة المحررة عقب زيارته حضر موت مؤخرا وفي ظل هذه الزيارات تبقى هناك قضايا أساسية تتطلب العمل الجاد من الحكومة والوقوف على المتطلبات في الجوانب الاقتصادية والخدمية فيتناسب مع الاحتياجات الملحة للمواطنين في المحافظة المحررة استمع وزير الدفاع الفريق روك المحسن الدائري إلى تقارير حول الزيارات الميدانية للقوات المسلحة في جبهات ومحاور القتال في تعز والضالع ولحج وأبيان ويافع وباب المندب جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة عدن بلجان المعايدة المكلفة بزيارة المحاور والجبهات وأشارت التقارير إلى اندباط وجاهزية المرابطين في جبهات القتال ومختلف الوحدات والمحاور واليقضاء العالية والتصدي اعتداءات ميليشيا الحوث الإرهابية في أكثر من جبهة وأشاد وزير الدفاع بالبطولات والتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة في مختلف الميادين والجبهات لرجع ميليشيا الحوث الإرهابية مؤكدا أن الاهتمام بهم وتوفير متطلباتهم في كل خطوط تماسة يمثل أولوية قصوى لدى قيادة وزارة الدفاع وجه الأمين العام للمجلس المحلي بالعاصمة عدن بدر معاون باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الهادفة لمواجهة وباء كوليرا والحد من انتشاره في المحافظة وأقرى الاجتماع منع وقف تشغيل الأجانب الأرمو والإثيوبيين والأفارقة في المطاعم والمستشفيات بالإضافة إلى إعادة النظر في عملية توزيع المحاليل والعلاجات والسوائل الوريدية وتوفيرها لمستشفى الصداقة حيث يوجد مركز استقبال الحالات المصابة بالكوليرا مع توفير شبكة تكييف للمخيم وإمكانية توسيع السعى الاستيعابية له إلى أكثر من خمسين سريضا تثير أزمة الكهرباء المستمرة في العاصمة عدن جدلا وتساؤلات حول دوافع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه سكان المدينة وأوضحت مصادر إعلامية إلى أن محطة الرئيس في عدن جاهزة ويعمل منها 60 ميقا فقط إلى جانب 200 ميقا جاهزة لكنها تحتاج إلى النفط الخام شيرة إلى أن بعض الجهات ترفض زيادة عدد القواطر القادمة إلى عدن لتغذية محطات الكهرباء وكشفت المصادر بأن محطة الطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات جاهزة للعمل ويتبقى لها دائرة التصريفة التي يتم العمل عليها حتى منتصف مايو القادم مبينة أنه بعد استكمال أعمال المحطة ستعمل بقدرتها الكاملة لافتة إلا أنها تعمل الآن بقدرة 15 إلى 20 ميقا وتصل في فترات إلى 30 ميقا عبر دائرة التصريف قديمة هذا وتواجه العاصمة عدن ومعظم المحافظات المحررة انهيارا مستمرا في خدمة الكهرباء دون أي معالجات جدرية تنهي هذه المعضلة تفقد محافظ المهرى محمد علي ياسر الأعمال الجارية في فتح الطرقات عقب السيول التي تدفقت على عدد من الأودية إثر المنخفض الجوي الذي تأثرت به المحافظة وطلع المحافظ خلال زيارته التفقدية لوادي الجزع المدخل الشمالي لمدينة الغيظة والواقع على الخط الدولي الساحلي على الجهود التي يقوم بها فرع مؤسسة الطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة في فتح الطرق وتصفت ممرات السيول أمام المركبات وحركات السير مشددا على مضاعفة الجهود في إصلاح وصيانة بقية الطرق والخطوط المتضررة بما يمكن من إسيابية الحركة على الطرقات وتسهيل تنقل المواطنين تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موص صالح العمقي ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق عددا من مناطق وأحياء مدينة المكلة عقب الأمطار الغزيرة التي شاهدتها المدينة وخلال الجولة التفقدية وقف الأمين العام والوكيل الفني أمام الانتشار الفعلي كافة طواقم وفرق الإنقاذ والطوارئ وجهود كافة المكاتب التنفيذية في نشر طواقمهم على مختلف المناطق إلى جانب دور اللجنة الأمنية في نشر قوات النخبة والأمن العام والدفاع المدني وسرعة الاستجابة لمناشدات وبلغات طالب المساعدة الطارئة إلى جانب توعية المواطنين ورشادهم بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأماكن المحضورة الواقعة على مواقع جريان السيولة نحن في السلطة المحلية منذ ثلاثة أيام استلمنا بداية المؤشرات التي قدموها الأخوان في مركز الإندار المبكر طبعا عملنا غرفة عمليات عامة في إطار الساحل وغرفة أخرى في إطار الوادي رأسها الأخو كيل المحافظة سنو الوادي والصحراء طبعا هناك لإدارة هذه الظاهرة المناخية إن شاء الله ربنا نجعلها ظاهرة خير شرعت لجنة الطوارئ بحضر موت بتنفيذ أعمال إزالة شاملة لمخلفات الأمطار والسيول الجارفة المحملة بالأتربة والوحالة التي تسببت في غمر أيزاء كبيرة من الشوارع وعرقلت حركة السير ودخلت فرق الطوارئ وعمال الصيان والآليات والمعدات التابعة للمكاتب والوحدات والمؤسسات الحكومية في حالة استنفار قصوى وعملت على تسخير جميع الإمكانيات وتجنيد هذه الفرق لإطلاق عملية تنظيف شاملة لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار والسيول وتنقية الشوارع من الوحال والأتربة والنفايات وفتح المسالك وطرقات وشفط المياه ووجه محافظ حضر موت لجنة الطوارئ العليا والسلطات المحلية بجميع مديريات المحافظة برفع حالة الجاهزية وديمومة استمرار عملها على مدار الساعة وتفعيل عمل لجان الطوارئ والاهتمام بإرشاد المواطنين وتنبيههم بعدم الاكتراب من مواقع تدفق السيول والعمل على سرعة فتح الطرقات وعودة الخدمات وإزالة مخلفات السيول من شوارع المدينة قام رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري بزيارة للمناظر اللواء متقاعد عمر أحمد النوحي بمنزله بمدينة المكلام وخلال الزيارة أشاد الكثيري بتضحيات اللواء النوحي في معسيرته النضالية المشرفة مستذكرا قيادته لمصفحات في جيش البادية الحضرمي ولعبه دورا حاسما في الدفاع عن الثورة وتحقيق الاستقلال في نوفمبر من العام 1967 وكذا مشاركته في أركان معسكر فتح بعدا وأركان الشرطة بحضرموت لجانبي تبوئه للعديد من المراكز القيادية عسكريا ومدنيا وفي سياق آخر كان قد قدم نائب رئيس انتقال حضرموت علي الجفري واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد غرقان الشاب عبدالله أحمد بعواد معربا عن عظيم الفقد والألم بخسارة أحد أعضاء اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي بمركز باسليمان بمدينة المكلم ولجز تجهد بالتزامن مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي ونشكر الجميع على تفانيهم في الميليس الانتقالي والسلطة المحلية بتقديمها الدعم ومساندة المواطنين برفع المخلفات ونشكر الجميع على تلك الاهتمان وننصح الأباء والأمهات بنصح أولادهم البتعاد عن مجرى السيول ومعاق المخلفات وكانت في وقت سابق من المسائل الأربعاء تمكنت فرق البحث والإنقاء بقوات خفر السواحل بحضر موت من انتشال جثة الشابة الذي توفي غرقا في خور المكلة بالتزامن مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي ووثقت كاميرا القناة لحظة انتشال جثة الغريق من خور المكلة بعد غرقه أثنى ممارسته للسباحة برفقة عدد من أصدقائه مع هطول الأمطار وجريان السيول على الخورة ما أدى إلى إصابته بنبوة تعب وإرهاق أدت إلى وفاته وإعاقته من الوصول إلى اليابسة هذا ووجه محافظ حضر موت مبخوض بن ماضي السلطة المحلية بالمحافظة ومجرية مدينة المكلة بإجراء اللازم اتجاه أسرة الغريق كما وجه الجهات المدنية والعسكرية والأمنية بأخذ التذابير اللازمة لمنع الابتراب من مواقع مرور السيول أو تدفقها سواء في خور المكلة أو ممراتها أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بالعاصمة عدن نشرة تحذيرية حول المنخفض الجوي التي تشهده عددنا المحافظات المحررة وقالت الهيئة أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة والرصد السطحي تشير إلى استمرار تأثر بلادنا بالمنخفض الجوي استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة على سواحل ومرتفعات وصحاري حضر موت والمهرى وشبوى وأبيان وكاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات والمنحدرات الغربية في عدد من المحافظات المحررة وأشارت الهيئة إلى تأثر العاصمة عدن بأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من يوم الجمعة هذا فيما يستمر تأثر محافظة حضر موت بالمنخفض الجوي وهطول أمطار متفرقة في عدد من المديريات الساحل ووادي المحافظة وأمطار غزيرة تشهدها مديرية الريدة الشرقية سال على إثرها وادي الريدة الشرقية وكذا سيلان وادي معبر بسيول كبيرة وتحذيرات ساكني مدن قصيعر ومهينم بتوقي الحيطة والحذر من جريان السيول أقرت لجنة معلمي حضر موت في اجتماع لها مواصلة الإضراب الشامل وإقامة وقفة تضامنية صباح يوم الأحد القادم أمام ديوان محافظة حضر موت بمدينة المكلة مع وقفات مماثلة في مديريات الساحل كافة وذكرت اللجنة بأنه سيتلى في الوقفات بيانا هاما يتعلق بما ستؤول إليه العملية التعليمية ومسار الإضراب الشامل وأليته المرحلية وكذا متابعة القضايا التي وردت في بيانات اللجنة في وقفاتها السابقة داعية جميع المعلمين للحضور الفاعل وشرائح المجتمع وسائل الإعلام الخارجية والمحلية للمشاركة المجتمعية التضامنية الإيجابية المؤيدة والمناصرة لمطالب المعلمين وحقوقهم المشروعة وفق القوانين والنظمة الدستورية المتعارف عليها هذا وناقشة اللجنة في اجتماعها هموما وتطلعات المعلمين الثابتين والمتعاقدين معربة عن أملها في أن تحقق السلطة المحلية ما يرجوه ويأمله المعلم منها السد رماقه وحفظ ماء وجهه ومكانته وكرامته أفاد مصر عملياتي في مسرح عملية سهام الشرق أن وحدة من القوات المشاركة في العملية اشتبكت مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة الكسارة جنوب وادي عمرانة بمديرية موديا بمحافظة أبيان وأوضح المصر أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي تسللت إلى المنطقة حاولت تنفيذ هجوم على مواقع القوات الجنوبية إلا أن الأبطال البواسل باشروا تلك العناصر الإرهابية بتصد فوري وبالأعيرة النارية المناسبة وتمكنوا على الفور من إفشال الهجوم وسحق العناصر الإرهابية وقتل وجه عدد منها كما تمكن قوات الحزام الأمني قطاع ساحل أبيان من إسقاط طائرة تجسس تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية فوق سما مدينة شقرة الساحلية وذكر مصدر عملياتي في حزام أبيان أن قوات الحزام الساحل قطاع شقرة رصدت طائرة تجسس لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت اختراق أجواء المدينة قبل أن تنجح القوات المسلحة الجنوبية من إسقاطها وقال قائد حزام ساحل أبيان أن إسقاط طائرة مسيرة حوثية تجسسية في أبيان وفي مسرح عملية سيها مشارو تعد دليل آخر على التخادم الواضح والجلي بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي وأن هذا التخادم يشمل الجوانب المعلوماتية واللوجستية ختم النشر إلى عنوينها الرئيس العليم يؤكد تمسك الرئاسي بخيار السلام واستخدام الحوثيين قميص غزة لخدمة المصالح الإيرانية رئيس الحكومة يواصل نشاطه في ثاني أيام زيارته الميدانية إلى محافظة لحجة محافظ المهرى يتفقد أعمال فتح الطرق بوادي الجزع إثر المنخفضة الجوية الذي تأثرت به المحافظة لجنة طوارئ حضرمون تشرع في إزالة مخلفات منخفضة الجوي بشوارع مدينة المكلة جمعة مباركة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر